قاد البديلان في ديريكو كيزا وماتيو بيسين المنتخب الإيطالي إلى ربع نهائي كأس أوروبا لكرة القدم بتسجيلهما هدفي الفوز على النمسا بعد التمديد على ملعب ويمبلي في لندن وخلافا لمبارياته الثلاثي الأولى في دور المجموعات التي فاز بها كلها مسجلا سبعة أهداف من دون أن تهتز شباكه عان فريق المدرب روبرتو منشين الأمرين أمام النمسا التي تصل إلى هذا الدور للمرة الأولى في تاريخها وانتظر حتى الشوط الإضافي الأول ليحسم بطاقته وتلتقي إيطاليا في ربع نهائي على ملعب أليانز آرينا في ميونيخ الفائز من المواجهة بين منتخبي البرتغال حامل اللقب وبلجيكا